اكد المدير العام للمصرف التجاري السوري أحمد دياب أن الخطوة التي كلف بها المصرف قبل أيام والمتمثلة ببيع وشراء ما يعادل 5000 يورو أو دولار شهريا من المواطنين بسعر السوق السوداء لا تتعارض مع تمويل المستوردات التي يقوم بها مصرف سوريا المركزي عن طريق المصارف العامة والخاصة التي تقوم بمثل هذه العمليات وبسعر الصرف الصادر عن المركزي وكان المركزي قد أصدر مؤخرا قرارا نقضي بتكليف التجاري السوري بالتدخل لبيع القطع الأجنبي بالدولار واليورو بمعدل 5000 دولار أو يورو كحد أقصى لكل مواطن شهريا تحت رعاية وزير الصناعة عدنان السخني أقامت الجمعية العلمية السورية للجودة بالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة حيث تم خلال الندوة إلقاء محاضرتين حول أهمية تقييم المطابقة والحاجة لنشاطاتها والفوائد المتوقعة من تطبيق إجراءات تقييم المطابقة إضافة إلى توضيح مفهوم الاعتماد والخطوات المنجزة لإحداث المركز السوري لخدمات الاعتماد ما في شك بأن التقدم والازدهار والارتقاء لا يقوم فقط على عاثق الحكومة في أي مجتمع من المجتمعات بل أن المجتمع الأهلي دور كبير في دعم ومساندة الحكومة للارتقاء بالمؤسسات البلد والمستوى المعيشي والخضاري لهذا البلد لذلك كانت الجمعية العلمية السورية للجودة دور في هذا المجال فيما يخص الجمعية العلمية السورية للجودة فالجمعية العلمية السورية للجودة كما تعلمون هي جمعية أهلية تهتم بموضوع الجودة غير ربحية يشارك فيها عدد كبير من المهتمين بالجودة والمتخصصين فيها من فعاليات علمية واقتصادية وإدارية في جميع أنحاء القطر تهدف هيئة التخطيط الإقليمية منذ مباشرتها لعملها عام 2010 إلى تحقيق التوازن الإنمائي عبر دراسات إقليمية شاملة للقطر العربي السوري تنفذ على مراحل تتراوح بين عشر أعوام وخمسة عشر عاما الهدف الأساسي والأسمى هو تحقيق عملية التوازن الإنمائي هناك نقاط بحاجة لإعادة نظر هناك توجهات تنموية بحاجة إلى إعادة نظر هناك خلل مكاني بعملية التنمية نحن نهدف من خلال هذه الخطط إلى تحقيق عملية التوازن الإنمائي بتوازن الإنمائي بين منطقة ومنطقة بين منطقة شرقية ومنطقة غربية بين منطقة شمالية وجنوبية إعادة التوازن أيضا ضمن نفس المنطقة أو ضمن نفس الأقليم بين الحضر والريف بين حتى المراكز الحضرية الصغيرة والمراكز الحضرية الكبيرة هناك حاجة لإعادة نظر بكل مكونات العملية التنموية وليس فقط موضوع البنى التحتية وإنما مجمل المستلزمات النهوض بالعملية التنموية نحن بحاجة لإعادة نظر فيها من خلال مكونات الخطة الأقليمية انتهت هيئة التخطيط الإقليمي من مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي استعدادا لمناقشته مع الحكومة قريبا ويعد من أهم ما صدر عن الهيئة خلال الفترة السابقة أهم نتيجة قامت فيها هيئة التخطيط الأقليمي خلال السنة الأولى من عملها عام 2011 هو الانتهاء من مشروع الإطار الوطني للتخطيط الأقليمي الإطار الوطني للتخطيط الأقليمي بمثل الرؤية المستقبلية المكانية التي تحققت أعمالية التوازن الإنمائي والمستدام على مستوى الأراضي الوطنية طبعا يشكل أيضا أداة توجيهية لكافة الخطط القطاعية خطط التنمية العمرانية على المستوى الوطني الإطار الوطني يحدد ويصنف الأقاليم التخطيطية في سوريا الأقاليم التخطيطية التي الهيئة ستتوجه حاليا ومستقبلا لإنجاز دراسات التخطيطية على المستوى الأقليمي طبعا تحددت هذه الأقاليم حدد الإطار الوطني محاور التنمية محاور التنمية الرئيسية والثانوية على المستوى الوطني بنفس الوقت من القضايا الأخرى التي تم العمل عليها هو الانتهاء من الدراسات كانت جارية قبل عمل الهيئة واستمرت الهيئة الإشراف المتابعة عليها مثل الدراسة الأقليمية لريف دمشق انتهت المرحلة الثالثة منها تم استلامة الهيئة متابعة للإشراف الدراسة المصورة العامة لمدينة دمشق الكبرى كمان انتهت المرحلة الثالثة منها وهلأ قيد التدقيق للانطلاق بالعمل تنفيذ دراسات تخطيطية التفصيلية المرتبطة أو التي تعد خطوة لاحقة لهذه الدراسة حاليا انتهت أيضا المرحلة الأولى للدراسة الأقليمية لمحافظة طرطوس الهيئة بصدد دمج هذه الدراسة الأقليمية للطرطوس مع نتائج الدراسة الأقليمية التي تمت للهدئية توصل لدراسة التخطيط الأقليمي للأقليم الساحلي حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية شراء بـ 70 ليرة فاصل 41 في حين بلغ سعر المبيع 70 ليرة فاصل 84 في حين بلغ في السوق المحلية شراء 81 ليرة فاصل 50 ومبيع 82 ليرة فاصل 50 بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم 425 ليرة في حين وصل سعر الجرام عيار 18 إلى 3450 ليرة وحدد سعر الليرة الرشادية بـ 30500 ليرة سورية والإنجليزي عيار 21 بـ 32600 ليرة سورية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر